السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتوفير للجميع ان شاء الله لو عندك ايستفسار اكتب لنا بالتعليم مع تحيات كابتن وليد عبدالان انتهى نهاي سباك ميت متر الذي يطلق عليه اسرع رجل في العالم من فاز من احتل المركز الاول يا سادة كله بيشاهد هذا السباك السباك القوة السرعة التحمل طبعا زي ما احنا عارفين الرقم الكياسي العالمي لسباك الميت متر هو في حوزة بطل العالم وبطل جامايكا يا سادة بتوقيت تسع ثواني تمانية وخمسين ثانية يا سادة بعد منافسة قوية جدا في برلين وهو رقم قوي جدا من الفين وتسعة يا سادة نرجع لما رجوعنا نهائي سباك ميت متر انتهى منذ قليل ومنافسة قوية جدا في أولمبييات باريس الفين اربعة وعشرين وفاز بالمركز الاول الولايات المتحدة الامريكية بتوقيت تسع ثواني تسعة وسبعين اجزاء ملمية والمركز الثاني يا سادة جامايكا بتسع ثواني تسعة وسبعين يا سادة اجزاء ملمية والمركز الثالث امريكي تسعة واحد وتمانين والمركز الرابع لانوب افريكيا تسعة اتنين وتمانين والمركز الخامس ايطاليا تسعة خمسة وتمانين والمركز السادس بودستان تسعة ستة وتمانين والمركز السابع الولايات المتحدة الامريكية تسعة تمانية وتمانين وأخيرا التامن جامايكا تسعة واحد وتسعين طبعا هنشاهد سباك اربعة اربعة في مية قاتل يا سادة سباك قوي جدا 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 في سباك القوة والسرعة والتحمل بعد احتزال البطل الولمبي يسيم بولت بطل جامايكا وبطل العالم والذي رقمه حتى لان تسعة تمانية وخمسين ثانية وهو رقم قوي جدا يا سادة طبعا شاهدنا منذ قليل منافسة قوية جدا بين ابطال نهائي سباك الميت متر هو اصرع رجل في العالم من يحصل على المركز الاول يبقى اصرع رجل في العالم في اولمبيات باريس الفين اربعة وعشرين بالتوفيق لجميع ان شاء الله هننزل صور دلوقتي وهنشوف بعض اللقاطات للسباك الميت متر وقول لنا من رأيك انت من هو يستحق الفوز بالمركز الاول يا سادة عندنا الصورة دي يا سادة كله بيرقب في هذا السباك وبيحلل وبيقول الصورة دي منفازة بهي والصورة الثانية والصورة الثالثة والصورة الرابعة يا سادة منافسة قوية جدا في سباك الميت متر قل لنا من وجهة نظرك منفازة بسباك الميت متر يا سادة بالترتيب العام لكن الفوتو فينش والاخر قال لك امريكا جامايكا امريكا المركز الاول والثاني والثالث يا سادة حصم الامر خلاص الجدل ممنوع منه بالتوفيلي الجميع ان شاء الله لو عندك اي استفسار اكتب لنا في التعليق مع تحيات كابتن وليد عبدالغني اشتركوا في القناة